وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ضرورة حماية العالم من الاحتباس الحراري مشيرا إلى أن بلاده تضررت بشدة من التغيرات المناخية حيث تسببت الفيضانات في تدمير الكثير من الأراضي الباكستانية والآن في ظل المتابعة الخاصة لكوب 27 هناك أيضا رئيس الوزراء الباكستاني نتحدث عن التغيرات المناخية والتطبيق الفعلي للأفكار ولكن أيضا تمويل هذه الأفكار والآن نتحدث مع سيد رئيس الوزراء الباكستاني سعدنا بوجودك معنا هنا على قناة الأولى المصرية فيما تعلق بأننا نحن هنا في مؤتمر المناخ التنفيذي والاستجابة لتغيرات المناخية نحن هنا في حضور هذا المؤتمر المناخ الأطراف 27 مهم جدا لتنؤكد على حقيقة التي مرة ومرارا وتكرارا وبناء على الأرقام والحقائق أنها المجتمعات النامية والمتقدمة قد لديها رغم نتائج متبينة فيما تعلق بالانبعاثات الكربون لابد من حمايتها وأن نعرم أن العالم يداعم هذا الأمر ولابد أن نفهم هذا أن الحكومات تسعى إلى ذلك وقد كانت باكستان ضحية للتغير المناخي التي أثمرت عن فيضنات مدمرة والتي دمرت كثير من الأراضي الباكستانية التي كما تعلمون أنه دمرت محاصيل بالكامل وملايين من المنازل قد تدمرت أيضا الملايين من الناس قد فقدوا وخسروا حياتهم وأنهم ينظرون ويتساءلون نحن بحاجة أن نقدم لهم الحماية وأيضا أن نقدم لهم بعادة هيكلة للإعمار وأيضا إلى البناء التحتية وبطريقة أكثر استدامة وأكثر موأمة لتغيرات المناخي لقد أتعانت باكستان من خسارة قيمتها أكثر من 30 مليار دولار ولا يمكن لباكستان وحدها أن تواجه هذه المخاصائر لا بد من أن يكون هناك مساهمات ودعم دولي ولهذا نحن هنا في مؤتمر المناخ لنعزز وجدنا في المجتمع العالمي لنعزز وجدنا في المجتمع العالمي شكرا شكرا شكرا